السلام عليكم زمان العزاء واليوم الفيديو مالتنا عن الكيمياء النظري الليكتر الرابع الليكتر الرابع هو الليكتر اللي يخص الذوبانية عن كي اس بي حتى عن كي اس بي عن كي اي بي اللي هو الكيو حاصل التفاعل فعدنا انتردكشن بسيط وعدنا ملاحظات عزم ننتبه عليها لن ملاحظات بس افهم منها سبوعوية افهمهم ها سجلت الاثنان محاضرة طبعا لني من ملاحظة الدكتور السحر بس افهم منها سبوعوية مرح تتاجت طرعي مرة ثانية الملاحظات قللك تحصل الذوبانية عندما يكون المحلول مشبع عند التوازن يعني شنو الذوبانية تصير فقط بالمحلول الساتوريتد فقط بمحلول الساتوريتد المحلول المشبع وشنوه تكون متوازن تفاعل متوازن زين الذوبانية وين تصير بالأملاح فقط كي اس بي يكون للأملاح فقط 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 للأملاح بس بس عندنا ملاحظتين قللك انه تحصل الذوبانية عندما يكون محلول مشبع عند التوازن الملاحظة الثانية ملح دائما يكون عند الذوبانية بس كي اس بي للملح بس الذوبانية تحصل بالأملاح فقط بالأملاح فقط يعني الملح بس زين وحدة الذوبانية ها مو تشوفون بعض الاسئلة انه جامحة هذا مجرد ايوان مشترك او هذا مجرد ايوان مشترك ما يدخل بالتفاعل هذا ايوان مشترك الاكثر والأقل زين الملح دائما يكون عند الذوبانية دائما يكون عند بالأملاح فقط زين وحدة الذوبانية هي المولارية مو على التر مو على التر وحدة الدوبانية هيا المولارية او مو على التر الزائب هو SUA pumped السوء ي pigeons الزائب هو toi والغير رضائب هو الزائب هو السو imply الزائب هو زين ننتبه دائما الى اليهائة الانواح إلى أنواع الأملاح عالية الذوبانية تكون غير متفكه بالشكل تام وعائد الذوبان تكون بتفكه بشكل تامo زين تعتمد ksb على درجة الحرارة وثابت التفكق عنده تعتمد على درجة الحرارة تزداد قيمة ksb بازداد درجة الحرارة ودائما كاي اس بي قيمته ثابتة عند درجة الحرارة حامسة وعشرين سيليزية زين وإذا كان المعطى إذا كان الزوباني معطى بوعدة غرام على مباشرة نقسمها على الموليكولارويت حتى نعاولها وحدة اساسية المولارتي زين اذا اا زغر ناتج كي اس بي سوف يكون اعلى ذوباني شلون نعرف انه هذا المحلول اعلى من المحلول الثاني بالذوبانية اقوى ذوبانية محلول ثاني شلون اذا كان ناتج كي اس بي قليل هذا محلول عالي الثوبانية اذا كان الناتج مال تقليل اا راح يكون عالي الثوبانية قلنا اذا زغر ناتج كي اس بي سوف يكون الاعلى ذوبانية يعني كل ما يزغر ناتج مال كي اس بي راح يكون اعلى ذوباني يعني اذا كان عندنا هواية كي اس بي هواية مال مركبات هواية مملاحة هواية راح ناخذ شلون نعرف انه هذا على ذوباني ناخذ الناتج مال تلاقل وصلت الفكرة اعتقد هاي الفكرة انا ما متأكد اعتقد الصيب العكس في اتأكد من عندها وانشرها بالقناة اذا كانت فكرة صح او خطأ يعني انا اعتقد كتبتها باستعجال او هيتش اثناء المحاضرة فاذا اذا كانت المعلومة خطأ راح نزلها بالقناة واقلكم انه المعلومة الصحية شويش تقول فراقب يعني القناة مع اللخصات زينا نكمل بالامتحان منطوق السؤال يكون ترتيب كي اس بي يعني منطوق السؤال يجيك شلون يقلك رتب المرات يجيك اختيارات انطيك واي مركبات تلها على اول صفحة ويقلك هل هذا الترتيب صح او يعكس لك الثاني او يعكس لك الثالث او يعكس مهم واحد من الترتيبات هو صح فانت شون تعرف تمشي حسب الذوباني من محلول الاقل ذوبانية الى محلول الاقل ذوباني زينا نكمل شوفها يكمل بقى قلت لكم هاي سوف يكون ترتيب صح او خطأ حسب السؤال زينا ايوان المشترك يهمل لانه كمية قليه جدا بالايوان المشترك الاس فتح يهمل لانه كمية قليه جدا مغضيه بالسادس زينا لحد ان انا كلها مجرد معلومات تخص الليكتر كلها كامل بذات النهايته بعدها منفصلين وعده وعده زينا اذا كان حاصل الايواني او كي اي بي او كيو او كيو اكبر من كي اس بي المحلول يترسب بس بتقيت اذا كان كي اس بي اصغر من حاصل الايواني المحلول لا يترسب بزوف زينا اذا كان كي اس بي يساوي الحاصل الايواني محلول مالتنا متوازن و الملاحظة الاخيرة تقل للذوبانية بوجود الايوان المشترك و نبدي او اول صفحة من الليكتر الرابع و نقول يا الله الصفحة الاولى تقول الصيبتل هنا الصيبتляется صفحة كمثال لننحفظوهن حفظوهن. النوع الثاني هو يكون قليل الذوباني مثل اي جي سي ال اي جي بي ار بي اي اس او فور بي بي اس او فور و اي جي اي. هماتين هاي حفظوه حتى ما تجي نصا بالامتعان حفظوها لها مرتبه من أعلى ذوبانية لأقل ذوبانية هنا ديجزئ لك شلون صار تجزئ مع قانون الذوبانية شوفوا ركزوا هاي قلب ما عشان ونقل كطبيعة حال عدنا ملح هذا الملح رعنسوه على الذوبانية كمثال ناخذ الملح الأكثر شهرة بالعالم ملح طام هذا أنا لا تفكك بالتجاه والله ما هذا للمهم لأنك تجاه واحد أعتقد هو تفكك ما تتام لأنه على الذوبانية فهم في تجاه واحد على ما أعتقد يعني هذا أنا ميتفكك يطيني أنا موجب زاد سي أل سالم هنا إحنا قبل بفر إحنا نخلي قيمة لهذا وقيمة لهذا يعني قيمة لهذا شاءت هذا القيمة ما لتم يعني معلوم أربعة خمسة ستة سبعة بس هذا قيمة صفر لأن شنو لأن هذا التفاعل هذا التفاعل قيمة يعني توا بديت فاعل يعني بعد ما منتهي فلهذا نواتج ماكو فصفر صفر نكتبه هاي بدنا عن قبل عن بفر بين باب الذوبانية لا هذا راح يذوب يعني هذا ذاب ذاب إش قد قيمته صفر إش قد دانطان هنا ذاب أب واحد بذاء أب واحد ناخذ مثال ثاني بحركة بسيطة كمثال خلي كميح على العفو نزل قانون يساوي إحنا أي كي أي كي عندنا بالكيمية شنو ناخذها هو كي أي كي ب حسب السؤال قبل نقول النواتج على المتفاعلات النواتج على المتفاعلات هنا لا بس قيمة النواتج لأنه هنا راح يذوب ن أي مضروبة بسيط ويساوي ن أس مضروبة بأس عند الضرب تجمع الأسس هذا أس واحد وهذا أس واحد واحد زاد واحد ويساوي ن أس تربية ناخذ مثال ثاني أعتقد هو PBCL2 بس خلط أكد أي PBCL2 عندنا محلول ملح ثاني عفو ملح ثاني PBCL2 من راح يتفكك أعتقد هو يتفكك بالتجاه ناس هذا ما هو مسه راح يطينا PBCL2 زائد 2CL قلنا هذا قيمة صفر يتفكك راح بدأي محلوب الذوبان هذا حينطينا S وحدة وهذا حينطينا 2S من نجي نكتب القانون KSB تساوي النواتج مضروب بعضها PBCL مرفوع الأس هذا قبل ما رفعنا الأس أس مالتها واحد ما بي عدد مالاتها واحد عدد مالاتها واحد عدد مالاتها اثنين فشنو مرفوع الأس التربيع نجه السن عوض PPS السي القيمة 2S إذن هذا صار عندنا تربيع نزل الS 2 تربيع 4 S تربيع S تربيع عند الضرب تجمع الأس هذا أس واحد واحد زائد 2 3 ويساوي 4S تكعيب وصلت الفكرة عند الضرب تجمع الأس هذا أس واحد وهذا أس 2 وعز زائد 2 يساوي 3 إذن 4 أس 3 4S 3 أو 4S تكعيب ناخذ مثال ناخذ مثال عندنا ALCL3 3S نعرف أنه عدد تكسد 3 الألمنيوم فبرا يتفكك تقدر يتفكك بتجاه أو التجاه أس خلي تأكد أنا شفت المزمة يتفكك بتجاه واحد فأنا امشي علي المزمة AL AL زائد 3 CL قلنا هذا قيمة صفر هذا S هذا 3 S ليش 3 S هي عدد مولات 3 نزل قانون ويساوي الامنيوم مضروب بالكلور مرفوع للأس مالته ويساوي S مضروب بتلاث S تكعيب ويساوي S تنزل 3 تكعيب 3 في 3 9 في 3 27 27 S تكعيب S تكعيب عند الضرب تجمع الأس هذا أس واحد وهالي 3 واحد زالي 3 أربعة إذن ثنيا سبعة S أس أربعة وسط الفكرة نأخذ بعد مثال مثال مالتنا يقول A S 2 S 3 يطين 2 A S اللي هو الزرنيخ زاد 3 S أعتقد هذا زرنيخ يمكن زرنيخ هذا صفر هذا ثنين S هذا ثلاث ثلاث 2 A S العفو هذا ثلاث S نزل قانون K S B تساوين A S للأس الثاني عدد مولاة 2 مضروب S هي الكبريت هاي مو أسماء الذوباني لا أسماء الكبريت هذا رمز الكبريت للأس الثالث ويساوينا A S قيمة هش قاد 2 S هاي سوى ثاني 2 S 2 S مو فهمتو قصدين تو ويساوينا 2 S تربيع في 3 S تكعيب 2 تربيع 4 S تربيع استربيع 3 تكعيب 27 استكعيب استكعيب عند الضرب تجمع الأسس بالبداية نضرب 4 في 27 خلنا نضرب ها بالحاسبة 4 4 في 27 طلع عنه 108 زيان استكعيب S تربيع في استكعيب عند الضرب تجمع الأسس تربيع 2 زائد 5 S 2 3 2 3 ويساوي 5 S 5 108 شوان صارتها اخوان عيتها من جديد انطاني A S 2 S 3 جز ناطل 2 A S زائد 3 S 0 بدأ بالذوبة نطان 2 S 3 S نزل قانون النواتج مضروبة مرفوعة للأس عدد المولات مالته A S قد عدد مولاته 2 إذا نرفع الأس الثاني S الكبريج قد عدد مولاته 3 إذا نرفع الأس الثالث نزل القانون نعوض قيمة A S قد 2 S مرفوع الأس مات تربيع مع القانون في 3 S قيمة S مرفوع الأس 3 مع القانون 2 S تربيع 4 S تربيع 3 S تربيع 27 S تربيع 4 في 27 108 S تربيع في S تربيع عند الضرب تجمع الأس 2 ثانيا زائد ثلاث خمسة هذا مجرد بسيط الزوبانيين سنستخدمه بهذا الليكتر وبعد أكو أشياء ومن أوصلي الهوضح تربيع أكو